أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منح ميليشيات الحوثي عشرين سيارة ضمن مشروع دعم مكافحة نزع الألغام في الحديدة يأتي ذلك في الوقت التي تتعمد فيه الميليشيات تفخيخ القرى والطرقات والمزارع بحقول الألغام والمتفجرات التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين خصوصا في مناطق الساحل الغربي فضيحة جديدة تفجرها الأمم المتحدة في اليمن من خلال تقديمها دعما جديدا متعلقا بجهود نزع الألغام للميليشيات الحوثية تلك الميليشيات التي أغرقت اليمن بملايين الألغام وأسقطت ولا تزال ضحايا مدنيين بالآلاف ويمتد تأثيرها لعشرات السنين وفقا لتحقيقات استقصائية ومتخصصة وفي وقت تسابق فيه فرق الهندسة للمقاومة المشتركة نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في كل شبر بالساحل الغربي وداخل مدينة الحديدة بجانب جهود من برنامج إسناد أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن دعم موجه للميليشيات الحوثية تحت يافطة نزع الألغام وفي إطار ما وصفه ببرنامج الشراكة الحكومة وصفت الدعم المقدم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للميليشيات الحوثية وصفته بالفضيحة الأممية الجديدة والاستهتار الخطير بأرواح اليمنيين وأكدت الحكومة أن الميليشيات ستستخدم سيارات الدفع الرباعي المقدمة لها في دعم عملياتها القتالية وتصعيدها في محافظات الضالع والحديدة وفيما وصفته وسائل الإعلام بأغرب دعم أممي لزارعي الألغام تداول النشطون اليمنيون على مختلف مشاربهم الفكرية والسياسية هاشتاغ ذيلوا به تغريداتهم ومنشوراتهم الغاضبة التي عجت بها منصات التواصل الاجتماعي النشطون عبروا عن استنكارهم من التصرفات الأممية المنحازة للإنقلابيين ففيما تؤكد تقارير المنظمات الدولية والمحلية وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي أن الميليشيات الحوثية تقوم بزراعة الآلاف من الألغام والمتفجرات تقوم الأمم المتحدة بدعمها وتمنحها مكافآت على جرائمها